أكد وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن الحالة الصحية للحجاج ممتازة جدا ولا توجد أي أوبيئة خطيرة مشيرا إلى أن كوادير ومشأة وزارة الصحة تبدل جهدها في سبيل توفير رعاية الصحية لضيوف الرحمن كما أكد اهتمام ومتابعة خدم الحرمين الشريفين وولي عهده بجميع الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله وأن تقدم لهم الخدمات الطبية بفعالية وبكفاءة عالية وأن تكون متوفرة للجميع بشكل مجاني وبيّن وزير الصحة أن خطة الوزارة في موسم حج هذا العام كلفت ما يقارب 30 ألف ممارس صحية وجهزت 25 مستشفى موزعة في المشاعر وكذلك 155 مركزا صحيا في مواقع الحجاج وبالقرب منهم إضافة لخدمات أخرى في مواقع مختلفة للتأكد من القرب لكل من يحتاج خدمات صحية في المشاعر المقدسة وقال أن الوزارة حارصة على أن الحجاج المنومين بالمستشفيات ليتموا حجهم بسلامة وطمأنينة إذ وفرت لهم خدمات نقل إسعافية للمشاعر المقدسة وأسرة في المنشآت الصحية لضمان إتمام نسكهم وعن الجانب الوقائي الذي انتهجته وزارة الصحة في موسم الحج أفاد الدكتور الربيعة أن الوزارة تتخذ إجراءات لضمان خلو الحج من الأمراض أو انتشار الأوبئة لا قدر الله فعمدت إلى اشتراطات يجب أن يلتزم بها حجاج جميع الدول إلى جانب فحص الحجاج القادمين إلى المملكة وتوفر التطعيمات المطلوبة فضلا عن متابعة الحالات المرضية بالمستشفيات وفي حال ظهور أي شك بأي حالة يجري عزلها طبيا وتعامل معها بطريقة استثنائية